مع الأسف شديد كل المنتخبات العربية قمصان الفريق مكتوب عليها باللغة الإنجليزية حينما يشاركوا في أي بطولة دولية أو أي بطولة قرية أسماء التشيرتات كلها مكتوبة باللغة الإنجليزية ولكن الجزائر تبرهن على هويتها العربية والإسلامية واعتزازها باللغة العربية بكتابة أسماء اللاعبين على قمصان الفريق باللغة العربية دعونا نشاهد هذه الصورة الأولى التي لدينا والتي تشير إلى هذا الأمر لعبي الجزائر في إطار المباراة الودية أمام المنتخب الموريتاني والتي انتهت أيضا بالفوز برباعية أربعة مقابل هدف وحيد للمنتخب الموريتاني نشاهد مثلا غزال والناس كثير جدا من اللاعبين الجميع كتبت أسماءهم باللغة العربية بغداد بنجاح صاحب القميص رقم 9 سوفيان في جولي كل هؤلاء النجوم كتبت أسماءهم باللغة العربية وهي لها دلالة كبيرة خاصة فيها الدولة الجزائرية يعني أحيانا بعض الوزراء في المؤتمرات الصحفية يتحدثون باللغة الفرنسية ولا يتحدثون بالعربية أمر مخالف تماما طيب دعونا نلقي نظرة سريعة على صور التالية التي لدينا ونختم بها حلقة ليلة فيها الصورة التالية سنشاهد في جولي نعم مكتوب اسمه بالعربية فيها الصورة التالية سنشاهد اللاعب الآخر أيضا اسمه مكتوب باللغة العربية ثلية